الزملاء الزميلة اتواصل معكم اليوم في هذا المباشر او في هذا المباشر الصوتي لجواب على مجموعة من تساؤلات زميلة وزملاء بخصوص تأثير هذه الظروف على العلاقة بين المقري والمكتري بخصوص المحلات سواء تعلق المحلات المعدلة التجارة والصناعة والحرف او المحلات المعدلة السكنة والاستعمال المهني فكما يخف عليكم ان القرارات التي اتخذتها الصوت العامة في هذه الظروف المحاربة انتشار وباء كورونا قرارات تخذت فطار مرسوم قانون متعلق بحالة طوارئ الصحية هذه القرارات ترتب عنها الحجر الصحي اغلاق اغلاق اغلب المحلات المعدة الاستعمال التجاري الصناعي والحرفي وكذلك الاستعمال الاستعمال المهني اذا مدام ان المكترون او المكترين لهذه المحلات لم ينتفعوا خلال هذه المدة من استعمال هذه المحلات فما هي الاطار المترتبة عن هذا الفعل المنتخل الطرف السلطة العامة وهل يجوز لهم ان يتخذوا اجراءات معينة على الاقل على المستوى و اضاء الاقصاد الكرائية الجواب على السؤال بالرجوع الى الدول الخاصة والقانون المنظم القانون المنظم للعلاقة الكرائية مهند يخص تم محدد المعدة الأستعمال تجاري الصناعي والحرفي وكذلك القانون المنظم للعلاقة ما بين المكترينون المطبس المحدد المعدة السكنة والاستعمال المهني نجد أنها لا تتحدث على هذه الحالة ويكيب العودة إلى النظر العامة للالتزام على اعتبار أن عقد الكرة صفة عامة قوائد عامة لعقد الكرة ينظم قانون انتزامة العقود الذي نعود إليه في الحالة التي لا يكون فيها جواب من خلال النصص الخاصة أقول أنه إذا عدنا إلى الاتزامات المرتبطة بعقد بعقول الكرة في قانون انتزامة العقود نجد أنه قد تطرق إلى هذه الحالة أو هذه النقطة القانونية وذلك في طرق مقضية المادة 652 والتي جفى أن أعمال الإدارة العامة التي تتم وفقاً للقانون وفقاً لما يقضي به القانون والتي تتبع عنها نقص كبير في انتفاع المكتري كالأشغال التي تنفذها الإدارة والقارات التي تصدرها توبيح له أو توبيح للمكتري أن يطلب على حسب الأحوال إما فسخ العقد أو إنقاس في الكرة متناسب مع النقص الذي حصل له في مخص الانتفاع إذن مدى أن الأمر تعلق بإجراءات اتخذة الصوت العامة في طرق القانون في طرق القانون من ضمن حالة الطوارئ الصحية هذه الإجراءات الهدف منها هو الحدمة الشهر كورونا والأكيد أنه الغالبية العظمى من المكترين وتحدث الدرجة الأولى لاستعمال المهاني لم ينتفعوا من هذه العين المكترات بل بالفعل وقعت لهم خسارات كبرى وجسيمة على المستوى المادي نتيجة فعل الصوت العامة إذن الفصل يعطي على حسب الأحوال إذا كانت هناك استحالة العودة إلى الحالة التي كانوا عليها تتيجة تطور الظروف المرتبطة بالقرار فيمكنهم يطالبوا بالفسخ ويمكنهم في الحالة التي يمكن ربما هناك نقص من الانتفاع أن يطالبوا في طار دعوة الموضوع أمام المحكامة المختصة هنا ودبنا تحدث عن السكن المهني المحكمة الابتدائية لكي تعيد النظر في توازون المالي للعقد في أفق قاعدة لضرر لذرر لكي تحافظ كما قلت عن توازن المالي للعقد وحتى لا يتضرر المكتري الذي لم تكن له يد في هذه الإجراءات أو هذه الظروف لكي على الأقل يعيد توازن المالي للعقد فالمحكمة يمكن أن تستعين بخابير في هذه النقطة لكي يبحث عن الضرر الذي أصاب المكتري المستعمل والمستغل للمحل المعد الكراء المهني ومن خلالها يمكن أن يحدد مبلغ الكراء الذي يمكن أن يؤد في هذه الشهور التي عرف فيها هذا أو طبقت فيها قرارات الصدر عن الصوت العامة والأطار المترتبة عنها إذن ندعي المستوى الإجراءات الواجب الاتباع لكي نعيد التوازن المالي فطر قاعدة لا ضرر وضرار وفطر قواعد العامة للالتزام وفطر مقتلقة المادة 652 مع الإشارة أنه هناك نص آخر يتحدد عن إمكانية المكتري أن المطالبة المكتري تخفيض تملكيرها إذا ترى الظروف أضطرت على استعمال المحل هذه قاعدة كذلك نجدها في فطر مقتلقة المادة 6 من قانون 0307 المتعلق بكيفية مراجعة أتمان كراء المحلات المعدة لإستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي الحرافي ولكن هذا الفصل لا يسعفون لماذا لأنه يحيل على مقارنة المادة 166 والتي منفروض أن تكون هناك إجراءات أضطرت على الاستعمال المحل المعد أو الاستعمال المحل المكرأ إذن فغولة يتحدث عن الآثرة المترتبة عن القارة المتخدة من طرف الصوت العامة ومن طرف الإدارة العامة والتي لها تأثير على عقل الكيرة إذن أظن أظن أن هذه هي النقطة التي يمكن خلالها أن أفيد زملائي زاملتي هذا النقاش أن أفيد كم في هذا النقاش المتعلق بما هي الإجراءات المتعجبة الاتباع في علاقات المكرر ومكترين نتيجة الظروف المرتبطة بالقارات المتخدة من طرف الصوت العامة في ضر قوانين قانون حالة أو مرسل قانون حالة طوريء الصحية وفي انتظار أن أكون معكم في مباشر آخر أتمنى لكم التوفيق وحفظكم الله